موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحدثنا في الحلقة الماضية عن العلاقة الخاصة التي تجمع بين الأزواج وهذه من آيات الله كما قرأنا في آية الرحمة والسكينة في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه من آيات الله من آيات الله أن جمع الأزواج بعضهم مع بعض أن جمع بين الرجال والنساء على هذه العلاقة أو على هذا الأساس الفريد على هذه العلاقة الراقية العلاقة السامية المبنية على المودة والرحمة وعلى المعروف المتبادل فإذا جاء بعض الرجال وأدخل على هذه العلاقة ما ليس فيها فإننا نذكره بهذه الآية نذكره بآيات الله ونسأله بالله أن يكف عن عدوانه أو عن مخالفته للقاعدة التي بنى عليها خالق الناس ورب الناس هذه العلاقة من علاقات الناس هذه العلاقة أصلها علاقة رحمة ومودة وسكينة فإذا قلبناها إلى علاقة جفوة وقسوة وتجبر وتسلط فإننا نخرجها عن الغاية وعن الطريق الذي رسمه الطريق الذي رسمه لها الله عز وجل الذي حث الناس على الزواج أو الذي رغب المسلمين فيه كما ورد في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الآن كما قلت في الحلقة الماضية يعني كثير من الناس دفعوا في هذا الطريق ولم يكونوا من سالكيه إن لم يكن لم تكن القسوة طبعا من طباعهم كثير من الأزواج من الرجال الذين صاروا يستخفون بهذه المسألة يمدون أيديهم على زوجاتهم يضربون زوجاتهم الضعيفات الألاء اتمنهم الله عليهم وما كان هذا أصلا طبعا فيهم إنما كان هذا أو صار استجابة للضغط الشديد الذي يعني يعني عاشوا تحته في سنوات الثورة الطويلة فللأسف لم يجدوا متنفسا لهم في كثير من الحالات إلا أولادهم الضعفة أو زوجاتهم الضعيفات هؤلاء نذكرهم بالله صنف الأول الذي تحدثت عنه في آخر الحلقة الماضية الذي يعني امتهن الضرب والإيذاء والتوحش والقسوة يعني امتهن هذا من أول زواجه وهو له طبع وسجية وأصل فأنه لا يخاطب لا يخاطب لأنه ليس له قلب حتى نخاطب يعني الذي يقسو ويضرب ويكسر الأضلاع يعني هذا ليس من الناس الرحماء الذين يمتلكون في صدورهم قلوبا رحيمة فأن لهم أن يسمعوا كلام الله أو أن يستجيبوا لهذا النصح لا يستجيبون نعم فأنما نخاطب أصحاب القلوب أصحاب القلوب الرحيمة الذين طرأ هذا السلوك على حياتهم نذكرهم بوصيتي أنا ذكرتهم أولا بسلوك نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي ما مد يده كما ورد في حديث عائشة الصحيح في الحلقة الماضية ذكرنا ما ضرب امرأة قط قط في حياته كلها وما كانت له زوجة واحدة كانت له زوجات يعني كانت له زوجات كثيرات ويعني لا شك أنه في أوقات من الأوقات أنه ضاق بهن أو بخلافاتهن كما يعني ورد في القرآن لكن ما علج هذا الضيق أو ما استجاب له بالعنف أو بالضرب لا أبدا هذا كان بسلوكه العملي وأما وصيته الرائعة الوصية الخاتمة الوصية التي يعني أراد أن تسمعها أمة الإسلام كلها على مر الأزمان فأطلقها في حجة الوداع في خطبة الوداع ماذا قال؟ قال استوصوا يا أيها المسلمون يا أيها المسلمون جميعا في كل زمان لا تقتصر الوصية على ذلك اليوم في كل مكان لا تقتصر الوصية على ذلك الموقف يا أيها المسلمون استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ما معنى عوان؟ عوان هذا كلمة يعني نسميها يسميها النحات يعني الإسم الناقص لأنه أي اسم ينتهي بيها قبلها كسر يسمونها اسما ناقصا في حالة الرفع والجر كما تعلمون تحذفوا هذا نونها تحذفوا ياؤها معذرة فأصلها عواني 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 جمع عانية الفواعل جمع فائلة كما نقول كوافر جمع كافرة بالقرآن ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمع كافرة شواعر جمع شاعرة الشواب جمع شابة عواني جمع عانية والعانية مؤنثة العاني في الحديث فك العاني فك العاني نعم يعني أطلقوا الأسير أطلقوا الأسير العاني هو الأسير إذن ما معنى عواني عندكم يعني أسيرات عندكم يعني المرأة والزوجة أسيرة عندك يا أيها الزوج هذا توصيف معنوي ليس المقصود بها أنها أسيرة بمعنى أنها ليست لها حرية المقصود أنها ضعيفة الأسير يكون يعني تحت تحت تصرف أو رحمة أسيرة فالمرأة في بيتها الرجل هو الذي يأتي بالرزق ويأتي بالحاجات والأغراض وهو الذي ينظم شؤون البيت ويرعى يعني مصالحه الكبرى فالمرأة في حالة ضعف في بيتها الرجل منح هذه القوة ما منحها لكي يعني يترجمها تجبرا وقسوة على زوجته إنما منحها لكي يدير هذا البيت إدارة صحيحة بكي يكون قواما بحق على هذا البيت والمقصود هنا بهذا الأمر هو أن يدير بيته إدارة صحيحة على أن يلتزم بهذه الوصية النبوية وصية استوصوا بالنساء خيرا فهل من الخير من هذه الوصية أن يضرب رجل زوجته في بيته أهذه استجابة لهذه الوصية يا أيها الرجال هكذا تستجيبون لوصية قدمها لكم أو ألزمكم بها نبيكم في يومي في خطبة الوداع في آخر موقف له في تلك الساعة العظيمة وذلك الموقف العظيم هذا لا يكون إنما تكون الاستجابة بأن نترفق بزوجاتنا وأن نكون بهم رحماء بهن رحماء أن يكون الزوج بزوجته في غاية المودة والرحمة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه يعني بعد أن أمرهم أو أوصاهم بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا نهاهم عن ضرب النساء أو أمرهم بعدم ضربهن فقال لا تضربوا إيماء الله ثم قال في بقية الحديث لقد أطاف بآل رسول الله سبعون امرأتان يعني بأزواجه صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة يشكين أزواجهن وما أولئك بخياركم يعني الذين ضربوا زوجاتهم بعدما نبهوا أو بعدما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء هؤلاء ليسوا خيار الصحابة أو بمعنى أنهم يعني من أنهم يعني أثموا النبي صلى الله عليه وسلم كره عملهم كره هذا العمل منهم يقول بعض الناس فأين تذهبون إذن بآية الضرب في القرآن واضربوهن نقول نعم هذا فعل أمر لكن فعل الأمر لا يحمل على الوجوب إلا في سياق هذه مسألة يقررها علماء الأصول يعني ليس كل أمر في القرآن مطلق حتى أن علماء الأصول يعني ذهبوا إلى أن الأمر في القرآن يحمل على ستة وعشرين وجها يعني قد يحتمل على الأمر المباشر على الاستحباب على أحيانا على الترغيب أو على الكراهة يعني له تفسيرات تظهر من سياقه في النص القرآني لم يقول يا أيها الذين آمنوا اضربوا زوجاتكم النص الأول يفيد الإطلاق المؤمن مطالب دائما أن يقي أهله أولاده زوجته النار وأن يرشدهم إلى طريق النجاة وأما السياق الآخر فقد ورد في سياق النشوذ سياق النشوذ والنشوذ يعني صفة صفة كريهة تكون في الرجال والنساء في القرآن وردت وصفا للإثنين والمرأة خافت من بعدها نشوذا تعرفون الآية فالرجل يكون ناشزا والمرأة تكون ناشزا أو ناشزة كلاهما يعني صواب في اللغة ناشزا أو ناشزا عن المرأة فإذا نشزت المرأة عند إذن يمكن أن يتعامل مع نشوذها بالتسلسل القرآني لكن أولا ما معنى النشوذ ما معنى النشوذ الذي يبيح للرجل أن يضرب زوجته بعد أن يمر بخطوات العلاج السابقة الأولى والثانية لنعرف أولا النشوذ الذي يبيح هذا الضرب هل هو الحالة التي تكون في بيوتكم يا أيها المسلمون في كل يوم من أيام العام التي هذه البيوت التي نسمع ويعني نأسى ونأسف أن يكون فيها ضرب متكرر للزوجات أي يكون فيها نشوذ النشوذ هو باختصار واختضاب هو حالة العصف بالأسرة وتعريضها للانهيار والتفتيت للتدمير عندما تصل المرأة في استعصائها وفي سوء خلوقها وفي يعني في عنادها لدرجة يمكن أن تدمر البيت كله عندئذ الإسلام قدم هذا الدواء المر العلاج المر والضرب مر علاج مر لا يحبه الإسلام ولا يحبه يعني صاحب فطرة سوية سليمة إنما قدم فرارا مما هو أمر مما هو أصعب من تدمير البيت كله من تدمير الحياة الزوجية وتشريد تشريد هؤلاء الأولاد الأطفال خارج البيت الزوجية وكما قلنا قد يكون النشوز من الرجل أحيانا الرجل هو الذي يمكن أن يدمر الأسرة أو الزواج الرجل ينشوز والمرأة لأنها ضعيفة فأنها تعالج نشوزه بالتحكيم أو بالقضاء تتغلب على هذا النشوز إذا استحالت الحياة عندئذ يتم الفراق يتم الفراق والطلاق وأما الرجل إذا نشزت الزوجة بمعنى أنها تمردت على الحياة الزوجية لم تعد زوجتان ولا أمان ولا رائية للبيت فقدت كل الأواصر الزوجية وصلت لدرجة من العناد والتشبث بالرغبات والمصالح الشخصية وقدمت يعني واستهانت بالأسرة ولم تبالي بأن تدمر هذه الأسرة والعلاقة الزوجية عندئذ يقدم الزوج على أول خطوة من خطوات العلاج وهي كما تعلمون خطوة النصيحة الكلمة الرقيقة اللطيفة الرفيقة هذه الخطوة الأولى فعيضوهن الموعظة كيف تكون بالصوت بالعصى الوعاظ الوعاظ تسمعون وعاظا من وراء هذه الشاشة أنتم كثيرا ما تتابعون وتسمعون أحاديث لوعاظ الوعاظ يعني يحمل عصا في يديه يضرب بها الناس الوعاظ يقدم أرق الكلامي وألطفه وأقربه إلى القلوب هذا هو المطلوب فعيضوهن يعني بأرق وأجمل وألطف عبارة يا زوجتي يا حبيبتي يا شريكة عمرية لا تصنعي ذلك لا تعرضي بيتنا للخطر ويمضي على هذه الطريقة زمانا أيام يمكن أسبوعا أو أسبوعين إذا استحال لم يستطع ماذا يصنع يطلق يضرب لا قرآن اقرأوا القرآن قال وهجروهن يعني فارقها في اذهب إلى غرفة ثانية هذا فيه نوع من العزد الأدبي فضلا عن تأثيره المباشر أيضا له المقاطعة تعرفون الذين قوطعوا الصحابة نعم كم عانوا من المقاطعة قاطعها يقول له القرآن قاطع زوجتك لكن لا تضربها لا ما وصلنا ما استفرغنا الوسعة بعد ما زال في يدنا فأمضي بهذا العلاج أيضا امضي به زمانا إذا لم يفلح لا هذا ولا هذا تنتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي الضرب والضرب هنا له شروط وله طريقة وله سبب لا يخرج عنه الحديث طال والحلقة انتهت وأنا لم أتم بعد كلامي في هذا الأمر أو في هذا الموضوع المهم حقيقة الذي كاد أن يصبح آفة اجتماعية عامة فاحتملوني واسمحوا لي أن أتمه في حلقة آتية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة